أسعد باستطافة لدكتور جماري محمد أكاديمي وباحث في علم النفس المعرفي أهلا بك سيدي وصباح الخير صباح الخير مرحبا وأسعد بالانضمام لهذا النقاش وهو نقاش مهم جدا الحقيقة أنه تقريبا يكون مست كما تعرف أنه جاء ضمن عدة مؤشرات في قياس واقعنا في العاصمة على الأقل ولذلك الموضوع مهم جدا طيب سنتحدث في البداية في التقرير جاء يتحدثون عدة لغات لكن لا يتقنون أي منها الجزائريون محتارون حول لسانهم الذي قد يعرقل بلادهم وهو يعرقل في الإنجيل أذكر قصة يعني في الوردة هي قصة تبلبل الألسنة حيث أن كان المفروض هو تشيد برج بابل على ما أذكر فلما جاء العمال لتشيد هذا البرج أصبحوا وقد بلبل الله ألسنتهم فلم ينجز البرج الحقيقة أن اللغة مهمة جدا عامل اللغة وتسعى كل الدول التي تريد أن تدخل لإنجاز إنجازاتها الحضرية ومشاريعها الحضرية إلى هذا الإسمنت المهم جدا وهو اللغة أمريكا مثلا التي فيها حضور اللغة الإسبانية عدديا أكثر من اللغة الإنجليزية اختارت هذا الخيار لتجعل من اللغة الإنجليزية لغة للولايات المتحدة الأمريكية ولغة العالم فيما بعد باعتبار أمريكا هي الأمبراطورية الحديثة فاللغة ليست شيء ثانوي كما يقول البعض ليست وسيلة اتصال وحسب فاللغة هي أداة التفكير اللغة هي التي تبني ذاتية الإنسان اللغة هي التي يخاطب بها الساسة يخاطب بها الأدباء يخاطب بها العلماء يخاطب بها الصحفيون الجمهور فإذا ضاعت هذه اللغة أو لم نهتم بتقنينها هناك ما يعرف الآن بالتخطيط اللغوي مهم جدا أننا على مستويات صنع القرار أن نهتم بتخطيط لغوي لبلادنا طيب نسبة قليلة من الأطفال يتقنون اللغة العربية في السنة الأولى الابتدائي إلى ما راجع ذلك ما راجع ذلك هذا التلوث اللغوي الذي الحقيقة للأسف قبل سنوات أذكر أن الجزائر العاصمة مثلا كانت فيها لغة عربية مهذبة لأن الأداء اللغوي في كل اللغات في كل اللغات هناك مستويات للأداء اللغوي لغة شارل دوغول التي قد تأخذ كنموذج تدرس في الجامعات لللغة الفرنسية المحكمة هي غير لغة إنسان الشارع أو إنسان العادي في باريس أو في ليون أو غيرها من المدن الفرنسية لغة إبراهام لانكون أو لغة أحد الساسة أو الكتاب في اللغة الإنجليزية أنا أذكر أن الملكة بريطانيا لما قالت كاميليا زوجة ابنها تانكس قالت لها لا هذا خطأ فضيع جدا العائلة المالكة تقول تانكيو لا تقول تانكس تانكس هذه لإنسان هذه داخلة في الهوية نعم فكل اللغات فيها أداءات مختلفة هناك اللغة المحكمة هي لغة الساسة لغة الإدارة لغة الإعلام لا بد أن نحترم هذه اللغة المحكمة اللغة ستوندارديزي ثم هناك الأداء العادي الذي يتعطاه الناس ما حدث عندنا في الجزائر للأسف أن هناك تمييع عن قسط أو عن غير قسط أو بالإهمال هناك تمييع للغة المحكمة الإعلام تلوت في كثير من المنشات التي تظهر في بعض الصحف أنا لا أعرف السبب لا أدرك في الثمانينيات وقبل الثمانينيات في السبعينيات جريد الشعب كان يخصم لكل من يعمل خطأ نحوي أو خطأ تركيبي في اللغة العربية يخصم له من راتبه الصحفيين القدامى يعرفون هذا الأمر في جريد الشعب الإذاعة كان فيها هناك مراقب لغوي المراقبة اللغوية ليست تعسفا أو تأتي هكذا المراقبة اللغوية في الإعلام المراقبة اللغوية في الخطاب السياسي المراقبة اللغوية في كثير من المناشط الكبرى هي التي تجعل عامة الناس تحاول أن تصعد للغتها أنت تسألني الآن هذا التشضي في دور الحضانة وهو سؤال مهم جدا هو بسبب ممارستنا نحن الكبار نحن نمارس لغة يعني لا تعبر على اسمها في الأيام الماضية رأي الطالبة وهي تدخل الجامعة لأول مرة جيت نانس كريبي جيت نانس كريبي يعني حتى الأفعال الفرنسية صرفت بالعرب هي شيء محزن جدا أنه بينما كان نحن لا نطلب من المجتمع أن يعمل فيلم مكسيكي ماذا تريد وما هذا لكن هناك اللغة الوسطى اللغة الاستعمال العادي جيت نسجل فهي جميلة جدا وتمر ولا عيبة فيها هناك مشكل كبير سببه هذا التمييع في الاستعمال في بعض ما كان يرجى أن يكون محكم طيب الأولياء بالطبع لهم دور في إتقان الأطفال لأولياءهم لأبنائهم أفوان للغة العربية بالطبع الآن شاهدنا بأن اليوم الأولياء يواجهون أبنائهم لتعلم اللغة الفرنسية أكثر منها اللغة العربية ويقولوا يعني اللغة العربية هو يتعامل بها يوميا سيتعلمها فيما بعد هل هذا صحيح؟ هذا صحيح بفعل إدارة للأزف نحن أنا في هذه القضية لا أحتاج إلى قفاز قطني لأقول أن لغة الخبز لأن هناك الناس الناس محكومة بحاجاتها اليومية فمدامة الإدارة لم تتبع أو تحترم المادة الثانية من الدستور التي تقول أن اللغة العربية واللغة الأمازيغية الآن هي اللغات الوطنية والرسمية في الجزائر سنتحدث عنها فما دمنا لم نحترم هذا وتأتي ظرة ثالثة أنا ليست لدي مشكل في اللغة الفرنسية أنا تعلمت باللغة الفرنسية وليست لدي مشكل لكن هذا لا يعني أن أرمي ابني وآتي بربيب فاللغة التي يجب أن يعرفها الجزائريون فلذلك الناس بمعطب براغماتي أنهم يذهبون ويعلمون أبنائهم ربما في بعض المدارس الخاصة التي تفلت من رقابة وزارة التربية كل همها أنها تعلم اللغة الفرنسية كل همها بينما اللغة الفرنسية الآن في العالم وأفتح قوس في هذا الأمر هي لغة الفرنسيين وبعض البلدان المستعمرة يعني اللغة الأولى في العالم في الاستعمال في العلم في الإعلام وكثير من الفرنسيين وأنا أحذر يعني استقاءنا وزملائنا من الفرنسيين ممن يهتمون بالعلوم الطبية والعلوم غير أغلب المحاضرات تلقى باللغة الإنجليزية فهم براغماتيين عندهم أذكر أن مخابر فايزر الأمريكية عقدت لنا منذ سنوات ندوى في نزل الشراطون في العاصمة فكان الجزائرين الوحيدين الذين يعملون خوذات الترجمة لأن الفرنسيين كانوا يفهمون اللغة الإنجليزية فعلماء فرنسا والباحثين في فرنسا انحازوا لللغة الإنجليزية بينما المناولة عند بعض نخبنا للأسف أنها تنحاز لللغة الفرنسية إنحياز غير مباركة طيب دكتور ربما سؤال هل الجزائري له عقدة من اللغة الفرنسية إذا يحب الحديث بها كتيران عقدة المستعمر عقدة ما سماه مالك بالنبي في كتابه شروط النهضة يعجبني الفاكتور أو القابلية للاستعمار هناك قابلية نفسية لجلد ذات وما زال بعض الناس خاصة من متوسطي السن وكبار السن يشعرون أن كل ما هو نظيف كل ما هو جميل كل ما هو مرتب بالضرورة فرنسي استهلاكهم فرنسي أنا ليست لدي مشكل مع الشعب الفرنسي أو مع فرنسا لكن أنا أنحاز إلى وطني أنحاز إلى هذه اللغة التي يمكن أن توحد الوطن من تائت زيوزو إلى تاء طمان راسط ومن تائت بسا إلى تائت المسان اللغة عامل توحيد مهم عامل رص مهم في وطن من الأوطان بلجيكا التي احتارت في تعيين رئيس حكومتها وهي بحجم ولاية من الولايات الجزائرية ليست نموذجا يحتذا في التعدد اللغوي في هذا الأمر ومدام قد وصلنا إلى هذا الأمر فلابد أن نحترم أنفسنا فيما هو مدستر الدستور الجزائري وهو القانون الأعلى الآن الوثيقة القانونية الأعلى تقول نصا أن اللغة العربية واللغة الأمازيغية هي اللغات الوطنية فلست أدري هذه المكانة الخاصة للغات أخرى طيب بالحديث عن اللغة الأمازيغية نرى دائما أن المجتمع الجزائري يتوجه إلى اللغة الفرنسية لإتقانها ما مصير اليوم اللغة الأمازيغية في المجتمع الجزائري اللغة الأمازيغية أمامها بكان يمكن أن تتبوأه بنحياز المنادين والمشجعين وأنا أعتبرها جزء مهم جدا من تراتنا الوطني ومن تداول اللغوي الموجود في الجزائر هناك الكثير من الجزائريين يستعملون اللغة الأمازيغية في تعاملاتهم في حديثهم اليومي لكن أن ترقى هذه اللغة شيئا فشيئا على أن يتجنب البعض أن نجعل من اللغة الأمازيغية ضر للغة العربية هي أخت لها هي مرادف لها فهذا ما عجنه التاريخ وصنعه التاريخ من أكثر من 14 قرن لا يمكن أن نتجاوزه بلحظة لا يمكن أن نتجاوزه بحماقة لا يمكن أن ندخل الضرة الثالثة كحل وسط بعض الباحثين في اللسانيات في الجزائر وللأسف أنا طلعت على ما يكتبون وما يقولون يقول لك أنه في الجزائر هناك أربع لغات اللغة العربية الأكاديمية اللغة العربية الدارجة واللغة الأمازيغية واللغة الفرنسية بل واللغة الفرنسية ثم اللغة الأمازيغية فأنا لا أفهم في الجزائر هناك اللغة العربية بأداءاتها كما في سائر اللغات قلنا في البداية أن كل اللغات في العالم هناك الاستعمال المحكم وهناك الاستعمال الدارج لماذا نقول أن في الجزائر هناك العربية والعربية الدارجة هناك دوارج في كل اللغات إنسان في تولوز لا يتكلم كما يتكلم واحد في باريس لا يتكلم في أدائه للفرنسية كواحد في ليو وهذا شيء طبيعي واحد في واشنطن واحد في تكساس لا يتكلموا الأنجليزية بذات الأداء الإنجليزية الأمريكية ليست الإنجليزية في اليوكاي في بريطانيا المملكة المتحدة فلماذا يطلب من العربية أن تكون مسلسل مكسيكي مثلا أن نتعامل عند البعض كيف حال؟ هناك الأداء الدرجة الأصل فيه التخفف لكن الإعلام والسياسة والمنابر الثقافية لا بد أن ترتزم بالقاموس المحكم القاموس المعياري للغة هناك سؤال آخر ومطالب إدراج اللغة الإنجليزية كلغة ثانية في الجزائر هل أنت مع أم ضد؟ لا هو الأمر الآن الحقيقة أنه يتجاوز مع أو ضد الأمر الآن نحن مجبرون إذا أردنا أن ننخرط في العالم أن ننخرط في الدورة الاقتصادية الدورة الاجتماعية دورة البحث العلمي ما ينشر الآن على الشابكة الانترنت أن أغلب ما هو مفيد ومهم وهو يتجاوز 85% باللغة الإنجليزية فإذا أردنا أن نكون أبناء اليوم يعني أن ندخل إلى عالم اليوم بكل ما فيه من فوائد ومن علوم وسرع التبادل المعلومة فهذا ليس خيار من الحمق أن نتساءل ربما هل الإنجليزية تدخل أو لا تدخل فالإنجليزية فرضت نفسها ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأذنون وهم شهود كما يقول نحن لم نستأذن هل تكون الإنجليزية هي الأولى أم لا الإنجليزية الآن في مقال نشر منذ سنوات حول التعليم في فرنسا سموه المثلة الذهبي لترويون قلدار فكان الخبراء الترانسيين يبكون من المنظومة الترانسية يقول نحن عندنا مؤسسة واحدة ناجحة هي المعهد التجارة في اليوم لماذا؟ لأنه يدرس بالإنجليزية حتى هذا ما يقولونه هم فلماذا أن أقبل أنا بالمناولة؟ أن أقبل أن يترجم لي من الإنجليزية إلى لغة أخرى ثم أخذ هذا المنتوج بدل أن تدعو الوسطى فتوجه إلى ربك مباشرة طيب سؤال أخير كحوصلة لهذا النقاش دكتور هل الجزائري متشبث بهويته؟ الأكيد أن الجزائري متشبث بهويته المنظومة الاستعمارية الكولونيالية الفرنسية التي امتدت 132 سنة البير ميمي وهو مفكر تونسي فرنسي من أصول يهودية يعجبني في يقول أن فرنسا مارست أنا ترجمتها بالمسخ فرنسا مارست كل وسائل فرنسا الكولونيالية فرنسا الاستعمارية حتى يكون واضحا ليست لديه مشكل مع الشعب الفرنسي فهذه فرنسا الكولونيالية الاستعمارية مارست المسخ على الشعب الجزائري لكنه لم يمسخ مارست كل أنواع الإرهاب الفكري والإرهاب المادي مدة 132 سنة لكن الشعب الجزائري قال على لسان ابن بديس شعب الجزائري مسلم وإلى العروبة ينتسب من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب فكانت صرخة مدوية بعد قرن كامل الاستعمار دخل سنة 1830 جمعية العلماء كانت أكبر رد على الاستعمار الفرنسي أن هذا الشعب متمسك بهويته جاء حزب الشعب الجزائري في كل مواثيقه وكل أموره يكرس هذا المعنى أنا قرأت بعض الوثائق في تاريخ حزب الشعب الجزائري أكثر تطرفا ربما من بعض الدعوات التي تشيع الآن الأستاذ بالعقون كان يقول سنة 48 وهو عضو بارز في حزب الشعب الجزائري أنه في اجتماع سنة 48 كانوا يقول هل نجعل دولة إسلامية يعني لمواجهة سنة 1948 لمواجهة ما هو واقع الاستعمار الفرنسي فالشعب الجزائري الأكيد أنه متمسك بهوياته أبطل نظرية موريس توريز الأمين العام للحزب الشيوعي الفرنسي الذي قال حرفا الجزائر أمة في طور التشكل فقال له الجزائريون من جبال جرجرة إلى جبال الأهقار من جبال الضهرة وعمور وغيرها من جبال الجزائر أن هذا الشعب له هويته له تاريخه له وصوله جميل اليوم في هذا العصر هل الشعب الجزائري وهل المواطن الجزائري فقد هويته المواطن الجزائري كسائر ما هو موجود في العالم الآن الفرنسي غير الفرنسي والإنجليزي غير الإنجليزي هناك عولة ما في الحقيقة خطط لها من سنة 1991 آيتيرتمنت اللقاء بريجينسكي وغيره في برازيليا اللقاء الشهير حيث قالوا أنه شيء من اللبن وكثير من الترفيه نحن الآن أمام معطى جديد لا بد لنا أن نحافظ على هويتنا بالمعطيات الجديدة ليست المحافظة على الهوية الارتكان إلى الماضي بطريقة غبية لا بد أن ندخل عصرنا وأن نعرف أن نحافظ على دواتنا بأدوات العصر المتاحة وأدوات العصر الموجودة وأهم شيء في هذا المضمار هو أن نصنع غداءنا ولباسنا ودواءنا وأن نكون فعالين في هذا العالم أن لا نكون اليد السفلة التي تتسول أن نكون اليد التي تشارك وتعقي وتساهم في بناء هذا العالم شكرا جزيلا لك دكتور غماري محمد أكاديمي وباحث في علم النفس المعرفي كنت ضيفي اليوم شكرا جزيلا لك